يبدو أن مكافحة السلطات حول العالم لاجتياح كورونا لبلادهم لا تتوقف على تأمين الطبابة والغذاء والمستلزمات الأولية للمواطنين إنما كذلك في توفير مكان يدفنون به بعد موتهم بكوفيد-19 تنتشر الصور التي تظهر قيام السلطات الإندونيسية في جاكرتا بتوسيع إحدى المقابر وتجهيزها لاستقبال المئات من ضحايا فيروس كورونا بعد أن أرسلت عشرات العمال إلى داخل المقابر ليقوموا بعمليات الحفر وتوسيع الحفر لاستقبال ضحايا كورونا مسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية قال إنه تم تسجيل 196 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أكبر ارتفاع في المعدل اليومي للإصابات منذ الإعلان عن أولى الحالات قبل شهر وأوضح أن إجمال عدد الإصابات في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا بلغ 1986 حالة مع تسجيل 11 وفات جديدة ليصبح بذلك إجمال الوفيات 181 وفي إطار سعي إندونيسيا لتجنب زيادة محتملة لمصابي كورونا فهي تستعد كذلك للإفراج المبكر عن حوالي 30 ألف سجين متكدسين داخل سجونها اشتركوا في القناة